جانب من هذه المشاهد المأساوية للغاية سنتحول لنرصد شيئا منها مع مراسلنا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بشير قطاع غزة بأكمله وتحديدا مدينة رفح في هذه اللحظات في أقصى جنوبي القطاع تحبس أنفاسها على وقع هذه التهديدات المتزايدة وعلى وقع التصعيد الذي فرضته قوات الاحتلال في الجانب الشرقي من مدينة رفح الفلسطينية في أقصى جنوبي قطاع غزة ما الذي يحدث في هذه اللحظات وكيف يتعامل المواطنون الذين ألقيت عليهم منشورات الاحتلال الإسرائيلي بمغادرة هذه المنطقة صوب الشريط الشمالي الغربي في كان يونس تحديدا في المواصل تحية لك أحمد يعني ما يجري بالفعل هو استمرار لحالة النزوح للسكان الفلسطينيين من المناطق الشرقية لمدينة رفح باتجاه المناطق الغربية وتحديدا منطقة المواصل التي تقع إلى الشمال من مدينة رفح بمتدادا إلى بلدة دير البلح في المحافظة الوسطى هذه المنطقة التي حددتها إسرائيل بأنها منطقة آمنة لا زال يتدفق إليها النازحون الفلسطينيون من المناطق الشرقية لمدينة رفح رغم حالة النزوح الكبيرة لا زالت أيضا طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدد كبير من الغرات الحنيفة والمتتالية باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح وأحيائها ولا زالت سيارات الإسعاف تقوم بنقل المصابين والشهداء إلى هذا المستشفى مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح لتلقي العلاج هنا يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يتوانى عن قصف الميباني والمنازل والطرقات التي يخرج منها الفلسطينيون الذين نزحوا وأجبروا على النزوح من منازلهم في شرق مدينة رفح باتجاه المناطق الغربية أيضا رافق هذا القصف من الطائرات كذلك قصفا من الآليات العسكرية الإسرائيلية والمدفعية المتمركزة إلى الشرق من قطاع غزة والتي كثفت في هذه الأثناء من قصفها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم في محيط المنطقة الشرقية لمدينة رفح حي الشرق وحي السلام وتلك المناطق والأحياء وبالقرب من مطار غزة الدولي المهدم يعني لازلت هذه القذائف تتساقط بشكل عشوائي وهو ما شهدناه خلال الساعات الماضية وهو ما أيضا أجبر السكان الفلسطينيون هنا على مواصلة النزوح من المناطق الشرقية لمدينة رفح باتجاه المناطق الغربية علها تكون مناطق آمنة كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي وهو ما حدث ويقرر المأساة التي حدثت مع الفلسطينيون وذكرنا بالأيام الأولى للأدوان حينما نزح الفلسطينيون من شمال قطاع غزة ومن مدينة غزة باتجاه المناطق الجنوبية اليوم المشهد ذاته يتكرر في المناطق الشرقية لمدينة رفح باتجاه الشريط الساحل الغربي لهذه المدينة وتحديدا منطقة المواصل إلى الغرب من مدينة خان يونس البشير حتى أولئك الذين يمكن لهم أن يقبلوا بالمغادرة أو العودة القصرية من جديد إلى خان يونس أو ربما حتى إلى بعض المناطق الوسطى والمناطق الشمالية من جديد إلى قطاع غزة هؤلاء يصيبهم ارتباك كبير لأن الأمر ليس له علاقة بكبسة زر عليكم أن تغادروا فيغادروا فورا هناك مشكلات بالجملة حتى الصورة التي نقلتها أنت والزملاء لديك في القاهرة الإخبارية كانت تبدو فيها حتى بعض العربات التي تجرها الدواب لمحاولة نقل ما أمكن نقله من متاع كيف تفهم هذه المعاناة في مدينة رفح جنوبي القطاع الآن لأولئك الذين يمكن لهم أن ينتقلوا أو أن يذعنوا إلى قرار الاحتلال بالانتقال إلى المواصل بداية هذا الأمر بدأ منذ ساعات الليل حينما بدأت إسرائيل بالقصف العنيف باتجاه المناطق الشرقية لمدينة رفح مستهدفة أكثر من 11 منزلا في تلك المنطقة حتى ساعات الصباح لم تتوقف تلك الغارات من الطائرات الحربية الإسرائيلة ومن ثم بدأت تتوالى الاتصالات على المواطنين الفلسطينيين بضرورة الإخلاء ومن ثم تساقطت المنشورات عليهم وبالتالي لم يتبقى أمامهم المزيد أو سواء وقت قليل للخروج واتخاذ هذا القرار الصعب بأن تترك كل شيء خلفك وتخرج لأمانات قد يحددها الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة آمنة وبالتالي لم يستطع الفلسطينيين الحصول على كل متعمهم أخذوا القليل القليل من أمتعاتهم وبدأوا بالخروج وخصوصا عندما بدأت الغارات الإسرائيلية مجددا في أثناء صبيحة هذا اليوم ومع ساعات الظهر بالقصف المستمر باتجاه المنطقة الشرقية هو ما اضطر هؤلاء الفلسطينيين للخروج فورا بالقليل من الأمتع والاحتياجات الخاصة بهم باتجاه المناطق الغربية وتركوا الكثير من أمتعاتهم ومن منازلهم ومن ذكرياتهم في المناطق الشرقية للقطاع وهو أيضا ما يؤدي إلى كارثة إنسانية تصيب هؤلاء الفلسطين لأنهم ذاهبون نحو مجهول في تلك المنطقة خصوصا أن هذه المنطقة ليست مجهزة بالكامل لهذه الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين نزحوا إليها ولا يوجد حتى متسع في الخيام ولا في المناطق لإقامة خيام في تلك المنطقة خصوصا أن منطقة المواصي هي مكتظة بالأساس بالمواطنين الذين نزحوا من شمال قطاع غزة ومن مدينة غزة ومن المحافظات الوسطى باتجاه تلك المنطقة كونها تعد ضمن المناطق الآمنة التي يتحدث بها الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا العدوان على قطاع غزة